كان في عدد كبير من جمهور النادي الأهلي غير راضي عن الأداء مبارح توقفت عند ده إزاي تحديداً؟ وتوقفت إزاي عند أداء بعض اللعيبة؟ يعني محمد شريف مبارح برضو الناس يعني ما كانش عجبها الأداء قوي تكلمني عن شفت التعليقات دي إزاي؟ ما هو يا؟ الناس الجماهير للأهلي وعايز على طول الأهلي كسبان وأداء كويس لكن الناس اللي لعبت كورة وفاهمة كورة عارفة أن دي في مرحلة النادي الأهلي بيعاني من إيجاد فيها فلازم تبقى فهمة الكلام ده أنا دلوقتي مجهد مش هقدر أنا تعبان مش هقدر راح الشغل مش هقدر أقدي بنفس الأداء اللي أنا قدت بي فلازم الناس تبقى عارفة أن أنا فترة إيجاد أنا أهم حاجة عندي دلوقتي المكسب لما هكسب السكة هتبدأ ترجع تاني أنا راجع من موتش خسارة من أفريكي فلازم اللعبة تبقى عندها السكة أو السكة ترجع لها تاني فلما السكة هترجع لي الأداء هيبدأ يرجع تاني بشكل واحدة وحدة وده اللي بنتكلم فيه إن جميل النادي الأهلي الوعية اللي بتحب فعلا ناديها دايما مش هقول تاني بقرر مش موقف صعب لكن مر منحنة على مستوى الأداء بيقل شوية السبورت ده بيقوم اللعيبة وده مهم كمان تتكلمنا عنه يا فاروق في فترات وانت بتلعب والجماهير إزاي كانت سبب برغم عدم موجود في المدرجات دلوقتي لكن السوشيال ميديا أكيد عندها برضو بوش وعندها دوافع واللعيبة بتحس بيها إزاي بتحسوا بالجماهير دي في الفترات الصعبة إنها بتبقى لازم تبقى سبورت بالنسبة لك وهي هي اللي بتدفعك بقى إن شاء الله التعدي للمنحنة ده بشكل جيد بالضبط يعني هو الجماهير بيبقى عامل مهم جدا في الفترة دي طول ما أنا حاسس إن أنا جمهوري وقف وراية أو الناس وقف وراية ومسنديني وفدهري أنا بحاول أطلع أحسن معاندي عشان أردي الناس دي طول ما هم تحاول تطلع أحسن معاندة إن جمهورينا دي الأهلي لازم أوقف فبر解ته أهم حاجة أنت بتكسب فأنت مش محتاج الأداء قوي من المهم المكسب طول ما أنت بتكسب الدنيا هتبدأ التلزوبة واحدة